ما هي العقبات التي تواجه الكاهن وكيف يتجنبها؟ كيف عاش الأباء الكهنة في فضاء فضاء اللقاء معاً نحو خدمة أفضل المنعقد في دير القديس جواجس الحميراء البطرياركي وادي النصارى؟ أسئلة أجاب عليها اليوم الثاني من اللقاء بداية حتى قدس الأباء الكهنة الأجلاء رحالهم في يقزة مركز النعمة وأحيو الصلاة في كنيسة الدير في صمت وإصغاء مختبرين الصوم مواظبين على العطاء ومتمكنين من ضبط اللسان فكان النسك منهجاً لحياتهم والمسامحة هي شعارهم والتواضع سمتهم المميزة أما المحبة فهي نور المسيح الذي سيشع منهم ليضيء للجالسين في الظلام بعد الصلاة تحلق قدس الأباء الكهنة وسط مجموعات متعددة تزينت بأسماء القدسين وخلال الجلسات التشاركية ناقش الأباء الكهنة العديد من القضايا والأمور الرعوية كما تبادلوا الخبرات الروحية والصعوبات وعرضوا تقارير مفصلة عن واقع أبرشياتهم علهم يجدوا في هذا اللقاء الخلاصي المنفع الروحية الحقيقية في هذا السياق نوه الأباء الكهنة بهذا اللقاء لما له من انعكاسات إيجابية واصفين إياه بالحلم الذي تحقق بعد طول انتظار ببركة ربنا بدي التحضير لهذا اللقاء قبل بشهرين من اليوم وكان في لقاءات شوية مكسفة للأباء المسؤولين عن تنظيم هذا اللقاء ونشكر الله هلأ مرأ أول يوم ونحن اليوم ثاني والأمور كتير كويسة وأهمية هذا اللقاء بتجي أولا أنه هاي أول مرة بتصير لكهنة الأبرشيات السورية واللبنانية يلتقوا مع بعض ويقضوا أربع تيام سوى كان عنا جلستين تشاركيات وبعد السرح يصير في جلستين تشاركيات كان عن الصعوبات اللي بيواجهها الكهن وكيف هو ممكن يتغلب عليها وشو التجارب اللي هو ممكن يتعرض له والنقاشات اللي صارت الحقيقة كتير حلوة وكتير أغنت الموضوع لأنه صار كل شخص يشوف أخته الكهنة شو عم بيصير معهم وكيف هو في استفاد من خبراتهم وكيف ينقلون الخبرة اللي هو أيضا عم يمرو فيها أيضا اليوم نحن موجودين بدير الإديس جوارجيوس الحميراء بركة كبيرة أن تكون رجال أنطاكيا لأباء الكهنة يلي خلال هالسنين اختبروا خبرات أوية حملوا حمل كبير اليوم جايين لحتى يتشاركوا هالخبرات يتعزوا بهالخبرات ويتبادلوا هالخبرة الكبيرة يلي كتسبوها والصعوبات يلي حاملينها كل واحد منهم اليوم نحن جايين كمان من حلب من أبرشيد حلب لحتى نشارك مع أنطاكيا كل ياتا مع رجال أنطاكيا بهذا اللقاء ببركة أبينا صاحب الغبطة البطريير كيوحن العاشر جايين من حلب يلي تنفض غبار الصعوبات عن منكبيها وتسير نحو الأمام مع أنطاكيا محمولة من كنيسة أنطاكيا حلب يلي راعية صاحب السيادة المطرانبول وصر له أكثر من ست سنين مخطوف ولكنه هو وأبرشيده محمولين في قلب هالكنيسة ويسيرون مع هذه الكنيسة نحو قيامة الكنيسة وبالتالي نحو قيامة حلب أكيد هاللقاء جدا جدا مهم بيكفي أن نلتأم مع بعضنا البعض هذا من جهة من جهة ثاني نكتشف حقيقة هموم بعضنا البعض هواجس بعضنا البعض هذا بيقربنا أكثر من بعضنا وبيساعدنا كمان هيك بالتعاون مع بعض نلاقي حلول وأيضا نلاقي تعزيل حقيام لأنه أكيد فيه تعب لكل راعي لكل خادم بنا أيضا أنه يتكرر ويكون متابع بيكون هذا اللقاء الأوهل هو تجربي وبالتأكيد رجاء حار أنه يضم كل أبرشيات الكرس الأنطاكي هون وأيضا فيه بلدان الانتشار أيضا هذا خبرة جدا جدا مهمة الحقيقة ونحن سعداء جدا أنه تأينا اليوم بغبطة البطرق وبالسيدي المطاريني اللي هو كمان دعم كبير لإينا وبركة كبيرة لإينا فمنطلب من الله أنه يثبت كنيستنا المقدسة نطلب من الربنا أنه بهالفترة الروح القدس يقوينا جميعا أنه نضل سبتين بأرضنا وبكنيسنا ونشدد شعبنا ونتشدد مع بعضنا لأنه المسيرة طويلة وبحاجة ليكون فيه تعاضد وهاللقاء الانطاقي لازم يستمر لازم يستمر واستمراريته هي مهمة جدا لدعم الكنيسة ونأكد أكتر وأكتر على وحدتنا الكنسية اللي بتساعد هالناس أنهم أكتر يتعزوا وبالتالي نحن لازم يكون عنا حمل كبير كتير نقدر نحمله من أجل نقدمه لوجه يسوع المسيح له المجد أما النشاطات الثقافية الترفيهية والفكرية فتغط أيضا على هذا اللقاء الانطاقي في يومه الثاني ما يؤكد أن الكنيسة هي دائما في حالة تجدد وعطاء وازدهار وهذا كله يعود إلى الجهد الكبير الذي يبزله صاحب الغبطة الباطريار كيوحن العاشر الكلي الطوبة والجزيل الاحترام في سبيل أن تبقى شعلة الإيمان نابضة بالحياة كي تنتقل إلى الأجيال الصاعدة ما توج اليوم الثاني أيضا هو حضور راعي اللقاء ثلاث عشر رسل القدسين الأطهار صاحب الغبطة الباطريار كيوحن العاشر كان في استقباله راعي أبرشية حوران وجبل العرب سيادة المتربوليت ساب أسبر راعي أبرشية اللازقية والتوابعها سيادة المتربوليت أثاناسوس فهد سيادة الأسقف أفرام معلولي الوكيل الباطرياركي كدس الأباء الكهن الأجلاء حيث رفعت صلاة الشكر على نية وصوله وثمار اللقاء الروحية وستقرع أجراس كنيسة الدير فرحا وابتهاجا بهذا الحدث الأنطقي المهيب بعد الصلاة أعرب صاحب الغبطة الباطرياركيوحن العاشر عن سروره لإنعقاد هذا اللقاء مباركا نشطاته الروحية تلازالك صهرة روحية مع راعي أبرشية حوران وجبل العرب سيادة المتربوليت ساب أسبر امتزجت بكلمات نشيد الكهن الذي نظمه ولحنه الأبن أولى مالك موسيقى 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 موسيقى